اشتركوا في القناة هنعرف منها التفاصيل والكواليس والحكايات اللي حصلت معاها اسناء التصوير ماري مرسي مرسي انا مبسوطة انا هنا واول برنامج عمله في مناسبة المسلسل ففرحانا اوي اوي انتي موارانا يا ماري عايزين نحكي للناس بقى حكاية شخصية بوسي اللي انتي بتقدميها في مسلسل ستوم الموضوع الجي ازاي انت اللي روح تقتلهم انا عايز امثل ولا الموضوع بدأ ازاي انا دائما بيقولهم ان انا عايز امثل يعني من السنة الي فاتت بس هما يعني اللي هو ان شاء الله هتمثلي انا مش هارفة ايه هما عايزيني دائما انا اشوف الموضوع ده ب landing وانا اللي اجرب لوحدي وكمان هما عارفين ان انا المذاكرة والجامعة والالهات انا كانوش عايزيني ياخدوا رسك انا عمثونة عشر سنة في اول سنة جامعة فما كانوش عايزيني ياخدوا rept بقى بقى الجامعة والالهات أريد أنك تركيزي في الموزح. بالضبط. لا أريد أني كمان لو أمثل سأبقى مركزها 100%. بس يعني تقريباً بقى عشان بدرس تمثيل كمان فهم شافوني أن أنا فهم تقوي وبدرس كمان إخراج ففهم تقوي. ده المجال أصلاً اللي أنت حباه أو بتدرسي. بالأول هو أصلاً لما جيت أختار أنا مفيش أي حاجة تانية كانت في دماغي غير أن أنا هيخد تمثيل وهيخد إخراج كمان عشان أفهم كل حاجة. فشافوني بقيت فهمة بقيت عارفة فادوني فرصة دي ومش ماما بس ولا بابا أو كده هو كمان المخرج والمؤلف رؤوف عبدالعزيز وناصر عبدالرحمن هم كمان دوني فرصة دي. وهم دايماً بيشافوني في البيت وكده فحسوا أني ليق علي الكاركتر ما أنها مختلفة قوي عني بس فيها برضو مني. كل الناس أول ما شافوكي كانوا بيشبهوكي بالفنانة الجميلة مكدا كل الناس وانت فعلاً ما لمحك شبه. قوي جداً وهذه حاجة تبسطني انه شبهها. وكمان أنا لاحزت انه تمثيلي شبهها بالزبط. يعني كانوا حاطين فيديو التمثيل بتاعها من المسلسل وانا من المسلسل ده ولأ زي بعض بالزبط. هي كانت في دماغك يعني وانت عايزة تشتغلي ممثلة انت شايفة عايزة تخذي أني خط لانه انت من عائلة فنية كبيرة ما شاء الله. فهل أنت حاسة أنه أنا أتفرج على حد فيهم أدائي هيبقى وريب لحد فيهم إيه اللي في دماغك وانت لسه بتبتدي كده إيه الأعمال اللي أنت نفسك تعمليها يعني أنا حاسة أنه دايما لو في دماغي حد دماغي ماما طبعا يعني اللي هو عايزة بقى زيها عايزة نفس اللي هيمرت بي نفس كل حاجة في البيت مين فيهم قالك الأول بابا ولا ماما أنه عندك موهبة في التمثيل لا مش عارفة مش عارفة فعلا هم يعني هم ابتدوا يشوفوا الموهبة دي لما ابتدت أمثل فعلا يعني لما أول شط على الكاميرا قالوا لأ دي فعلا لأ شطرة بس يعني أظن أنه آه من الوقت ده بس هم أكيد شايفينها فيا رجين قالت لك إيه بعد أول شط ده لا أعتقد أن هي كمان كأم بقى هنا مش فنانة هي تبقى أهل أنا جدا جدا من في أول مرة قدام الكامير واللي هو هي أمي فاللي هو كأنها بتذكر لي بالضبط اللي هو ها أعملي ركزي في الهتة دي مش عارفة إيه واللي هو كتت موتراني وأنا اللي هو مش عايزة أعمل حاجات دقيقها عايزة قالت لك إيه أولي من تصمير يعني إيه الحاجات اللي كابت قولها لك وأنت داخلة لا هي كانت مشدودة جدا متوترة طبعا عشان أنا كنت موجودة وكده بس حقها يعني طبعا بنتها واللي هو لسه أول مرة فأكيد متوتروا لي عايزان يطلع أحسن حاجة وكده بس أول مشهد عملناه لأ هديت جدا المشهد بينك وبينها كان أول آه كان أول ظهور لي ككاركتر في المسلسل وكان أول مشهد أمثله في حياتي فالتنين يعني كانوا اللي هو شدينها طبعا في الأول بس خلصنا المشهد من هنا ارتاحت تماما اطمنت والمخرج رقوف عبدالعزيز قالك إيه بعد أول مشهد لا طبعا هو بجد هو من غيره أنا الشخصية دي كنت شتطلع بالطريقة اللي هي تلعت بيها أنا في حاجات مثلا ممكن تقع مني في الشخصية هو هيقول لي لأ هي مثلا الشخصية دي بتاكل بالطريقة دي الشخصية دي فكري كده يا ماريا منت دلوقتي مش عارفة إيه فلا كان بيوجهني توجيهات من غيرها أنا الشخصية دي كنت شتطلع بالطريقة اللي هي تلعت بيها دي انتي بتقولي إن الشخصية مختلفة عنك ده بيبقى أصعب ولا أسهل يعني لو شخصية مش شبهي هستعدلها إزاي هعمل إيه أصعب طبعا بس الواحد بردو بيدور على الحاجة اللي ممكن تبقى شبهي ما بين أنا والشخصية دي يعني الحاجة اللي أنا بحس إن أنا في ماريا في بوسي بردو إن بوسي عندها طموح حتى لو حياتها كلها مش كويسة بس أنا بحس إن هي عندها اللي هو مريحة كده من جواها أنا بحس الكاركتر كده وأنا بحس إن ده أنا يعني بحس إن أنا مريحة قوي من جوايا إيه رأيك في مسألة إنه أولاد الفنانين ناس تقولك الطريق سهل قدامهم وأكيد هيمثلوا وأكيد هيبقوا محزوزين وعندهم فرص إنتي بتشوفي الكلام ده بيبقى لصالحكو ولا بيظلمكو؟ أنا بحس إن الموضوع العكس تماما أنا بحس إن الموضوع بيبقى أصعب كتير جدا عشان أول حاجة محدش يعني كأولاد فنانين الفنانين نفسهم مش هيخدوا ريسك فينا وإحنا نطلع مش كويسين مش قد الرزق ده فأنا بحس إن الموضوع بيبقى أصعب عشو إحنا بنحتاج نسبة نفسنا أصعب أكتر من أي حد فموضوع بيبقى أصعب مش أسهل أنا حسب كده إني برسنالي طبيعتي إزاي السوشيال ميديا وردود أفعال الناس بعد أول مرة تمثيل الواحد بيبقى عايز يسأل كل الناس أنا عامل إزاي أنا طبعنا إيه اللي ممكن أعمله يخليني أحسن من كده يعني ممكن يكون انتقاد لكن انتقاد بناء شوفتي ده إزاي تبعت أيمين قالك إيه حكي لنا كده أنا الفيدباك على ستهم كان الصراحة فرحني وكان يعني أكتر وأحسن مما توقعت بكثير أنا إحنا كنا عايزين بنفتر وبعد كده يا مكالمة من عمتي إيه الفضاعة دي أنا قعدت عيض ومش عارفة إلا فرحتني جدا أنا كنت متخيلة أن أنا هسمع مكالمة زي دي منها بالذات فاللي هو هخلتني أقول أنا هفرج على الحلقة أنا هنبهر بنفسي جدا أنا لو طلعت أقل من اللي هي قالته أنا هتصدم فاللي هو هي فرحتني جدا وحتى بابا بفرج أختي بفرجت ماما بفرجت برضو بيبقى مختلف عن التمثيل عن لما بنتفرج لا كله كان الفيدباك بتاعته الفيدباك كانت تحفة تحفة كل الناس بجد قالتلي كلام كويس قوي أنا ما كنتش متوقعة على الصراحة وحتى لما بسمع الكلام بقوله هو ده أنا أنا اللي عملتك عايزة تعملي إيه في اللي جاي؟ أنا مش عارفة بس عايزة يعني عايزة إكسلوري حاجات مختلفة جدا يعني الكاركتر بفوزي كانت حاجة صعوبة جدا فذيء أحسن حاجات أنا بقديد بيها إن أنا خلو هزة عملت أصعب حاجة ممكن تتعمل بقى كيف فيه أصعب بس اللي هو عايزة عمل بقى حاجات مختلفة حاجات مثلا شبهي بنت في الجامعة حاجات مختلفة مش عارفة بس اللي هو أجرب بقى يعني ذيء أحلى حاجة في التمثيل يعني موفق إن شاء الله في أدوارك اللي جاية إن شاء الله شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة إن شاء الله إن شاء الله كده مشاهدينا خلصت مع حضراتكم حلقتنا النهاردة ودايما نشوفكم على ألف خير